وبالحرفة الزمنية وترابنا في استهلك تونسي استهلك تونسي برعاية أندا ترافيقكم وتمولكم مشكورة حضرة بحدي مدام فاتمة كيوة 40 سنة سحبت مشروع لفيانا لطري إلانج دوميزيون مدام فاتمة أهلا وسهلا بك سهلا بك وعيش كوية كم سحالة استضافة عيش كرالله مرسي بكو دونك انت اختصاصك خياطة وصلاحة لقبيلة ومشتات ريز دونك تحكي لي شوية على المشروع هذية شنو فيه بالذبر شنو نقاو فيه أنا المشروع متاعي توسكي لانج دوميزيون معنة توسكي خاص بالدائر ردويت كوفوروليت معنة ملاحف بخادد هذيك هو الاختصاص متاعي هذيك الاختصاص ونحن نشوف في برجة بروديوات اخرين ثم سيكان ثم ديت تودباق مصنوعي ظهري من الحال فليباح ذيك ثم حاجات اخرين ثم ديت بروديوة خلينا نقول وهما مراسكليين وثم اللي أنا قلت مراسكليين لكن ثم زادة الكوتي أبسايكلين يعني أنك تستعمل الحاجة وتبدل له الفورما متاعها ولا استعمال يكون آخر دونك يعطيك الصحة وقتش أطلقت المشروع متاعك بوه أنا في الخياطة راني قديمة في الدوميزيون أنا أتوى عندي عشرة سنين عشرة سنين في مجال الخياطة أي عشرة سنين والمشروع وقتش أطلقتو عام وعام عام عام تسع عشر عام قولي مدام فاتمة الخياطة هي غرام هي فورماسيون وإلا موروثة أب عن جد وإلا شنوه هي الخياطة بالنسبة لي أنا محبة وغراء بالنسبة لي أنا محبة وغراء أنا ما كملتش دراستي دونك اختصرت تعلمت الخياطة كصنع وحرفة دونك مشيت عملت معناها فورماسيون كاملة وإلا تعلمتها على أمك وإلا تعلمتها بالديبلوم متاعي وكل كيما الناس الكل معانتها كيخذيت الديبلوم مشيت برشة بشناقة خدمة كيما الناس الكل ما عنديش لكسفيريانس دونك وليت عملت على روحي أي فاشك عملت على روحي في الرسكلاج معانت عندي حاجة قديمة في الدار نبدلها ونعملها فيسك أمي عندها ماكيناتها في الدار أكا وبغادي بديت ونطلقت نعمل على روحي بي من الأول لكل كنت لانت لقها أنك تخيط وتبيع للسوق هكا أمي ولا كنت بديت بحاجة أخرى قبل ما كنتش نخيط ما كنتش نبيع للسوق أنا كي نخدم واحدة في الدار أمي ومبعاديك أوليت نخدم عارفتي اللي تعلمت عليها اللي هي طليانية في الأصل فام لانش دو ميزو أمي هي حببتني في الخدمة هذية داكا حببتني فيها وليت غرامي فيها دونك بعديك عارفتي راجعت البلادها دونك خليت لك خليت لي أكل تكنيك التكنيك والتكنيسيتي التكنيك والفينيسيتي أو الابتكار الحاجة عرفتها فهمتك أنت قلت دجا أنا من قبل نعمل غوتيكلاج تحاجة نعمل أبت سيكليك تحاجة ولقيت راحي معها هيا واضح داكا يمكن هيا غرامتك يزيد الأقلام أحنا نقوله وجهتني وجهتك في اللاج دو ميزو عالخاطر مش العباد لكل تختص فيه ثم شكون يمشي التريزة ثم شكون يمشي الكوتور معناها اللابسة انتي اختصيت في اختصيت في اللاج دو ميزو وضهل اللي أبرعت في يعيش من بعد عالتيني المرحلة اللي انتي بديت تتبيع للكليونيت كيفش أول كونتاكت صار لك وإلك أول كليون كان تتذكر أول كليون ذكر وقت جيب شي يعمل روتوش عمت له الروتوش وهو ديجا عنده حانوت متاع لاج دو ميزو بالصدفة معناها ولينا انت عاملوا مع بعضنا تعرفت في السوق وليت نخدم لهم وبعدك مش هدا اللي لو جعلي أنا كلي نخدم مع انت علشان عرفت عليش خدمت السوق فيها تخدم عندك مع انتها خدمة معينة تخدمها وكهاو عمانة عندي أفكار أخرى عندي مشاريع أخرى عندي حاجات أخرى مش هدا اللي لو جعلي فهمتك وظهلي حتى الفلوم بتاع الخدمة معناها مرة مرة ثم خدمة مرة تموت مرة ثم خدمة سيخطوه في الكورونا هذيك بش نجيوهم بعض هذيك الكورونا الناس وكل معانتها نقصة الخدمة وليت أنا نعمل على ريزكلاج أكثر حاجة فهمتك من الأول بالكل وقت اللي انت بديت تخدم مع السوق وثم طلب من عند تجار في السوق هل كنت تخدم كنت نخدم واحد ونوفر لهم الطلب هم زيادة نخدم واحد ونوفر لهم خاطر بيس كان معانت عندي قطولي في وقريب لهم مانيش بعيدة فهمتك معاندي مشكلة متعال وقتها كيف كنت تعمل انت فقط في الخياطة معناها وهم يوفروا لك القماش وكذا اكاها مبايح مبايح الفترة انك تطلق مشروعك ولا تخرج تخدم واحدك شنو وديك لك كيف جيتني الفكرة كيف جيتني الفكرة انا وقت اللي جيت الكورونا نقص الطلب وانا عندي برش ازمن التزامات اخرى وليت نعمل على روحي وقتها بديت حملت الباج متاعي وبعدي وليت فما طلب الافكار اللي عندي اللي انا قاعدة نصنع اللي هم معناها مختلفين على شيء اللي كنت تعمل فيه في السوق ديجا اي ولا دونك من غاديك وليت الحمدول لعندي خدمة وليت عندي خدامة اي وليت لقيت روحي تنجم تقول بشوية 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 لقيت روحي اي واضح دونك اه الفكرة انك بديت تقول حاجة اللي انا نبدع فيها خليني نمشي فيها ومعناها الكورونا هي فترة معناها شوية خدمة دونك عملت على روحك كيف كانت الامور هل ثم الصفحة اللي عملتها وإلا كيف كانت الامور الصفحة اللي عملتها ويجووني برش كليون وين نخدم وقتها داك دونك مما حتى اي حاجة صغيرة ما عندها حتى نوفر هالك ونعملها ونخدم هالك ما عندي حتى مشكل فعمت بشوية بشوية وليت معروفة كيف كيف شاركت في معارض لا ما شاركتش في معارض ما زلت ما زلت ما شاركتش ما عندي حتى معارض شاركت فيه معانتها بالكرياسيون جديدة اللي نعمل فيها قعدة الكليونيت حبتها داك مشيت في الليني المشيت في الليني اللي يحبوها اللي في الطلب معنا في الحاجات اللي فيها الطلب فهمتها ولي فيها إبداع زادة ولي فيها خدمة ولي فيها الفينيسيون فهمتها داك داك عملت الصفحة بديت تنشط كيف ما أنتي حبيت وإلا فتت الكورونا كانت صعيبة كيفش عملت فتت الكورونا بالطبيعة كانت صعيبة وما أنا قلت لك أنت عندي برشة التزامات داكت لازيت بش نعمل تمويل مع عند اندا آه داكتر خذي التمويل كمان مع عند اندا بش كملت وفرت ونوعت للحرفاء متاعي والباج هذيك هي اللي نخدم بها والليت أكثر من حتى عاونتك عملت أمو أنتي خلينا نقول عملت الخطوة الأولى بش نجمت تخرج شوية من الأزمة بعد عاونت روحك بتمويل من عند اندا بالضبط وش نو وزدت على قبل مثلا مدن فاتمة اللي زدت على زميزون هو اللي توتباك اللي الكليوني هم اللي يطلبوا فيها كلنا أشكال اللي بحذيك ديجا ووحدة بحذية مزيانة هل يمشيوا أكثر ديجان وإلا كيفش كيفش تخدم ولا هما يعطيك الموديل وإنتي تمشي تبع ولا كيفش تعمل أنا نخدم الأشكال الكل والموديلات الكل معنطها هما يمشيوا شبابي أكثر الحق متاع ربي معنطها وقلق والعمر الآخر زده وفرت فهمت دونك ما عنديش أشكالية فيها لحكاية طيب قتلي خذي التموي نجمت توسع شوية في مشروعك وبديت تعمل في حاجات اللي بتات خبال ما كنتش تعمل فيهم قتلي قاعدت مواصلة في الروسيكلاج اللي هما هذو ما نشوف فيهم دي كوتون ديسك اللي نقص ولا يقلصوا من استعمال الكوتون جوتابل هكي كان نحميه طبيعتنا باللي نقدر عليه ف ما نعلمش من الكونتاكت مع عنده هل عملت دي فورماشون أخرين شاركت في مثلا معارض خولولك أنك تديت تكبر شوية وإلا تعرف بروحك أكثر أنت لحد الآن من عنده كان التمويل ما زالت المشاريع هذي القدام إن شاء الله إن شاء الله كان تمام مشاريع أكين عليهم شاركت ومطلوبين هذا اللي بالتريضة أنا على خاطر الاختصاص بذكيف معناها مدام فاتمة بذكيف والا الحاجة المطلوبة والكاليتي على خاطر هي خدمتي أنا رأيها قوة خدمة ما هيش قوة خدمة معانتها قمشات ولا متريال ولا معانتها قوة فينيسيون قوة خدمة قوة معانتها وبش نعجو عليها نقطة فينيسيون بالضبط على الخاطر أنا وقت سألتك قتلك قبل كنت تخدم واحدك ولا لا قتلي كنت نخدم واحدي لكن اليوم الحمدولا عندي فريق يخدم معاي عندك فريق من الحرافيات معاك ثلاثة حرافيات يخدموا على عين المكان يخدموا في ديارهم وانتي عندك أتولي صغرون هم اللي يخدموا الخدمة خلينا نقول اشتر الخدمة وانتي عليك الفينيسيون وعليش قتلك الفينيسيون بش نعجو عليها خاطر يمكن هي زادة يمكن هي لتعملك البصمة متاعك وتخليك على غيرك في المجال هذية كيفش كونتوا الفريق هذية ولو تحكين على طريقة العمل ولا تقسيم العمل معاهم قبل كل شي نحب نقدم تحية للبنات الثلاثة صبرين وإيمان وأسمع هم منعرش من ذوي الاحتياجات الخاصة معانتها اللي ما يتكلموش ما يسمعوش وانا ما يتكلموش كيفش تعرفت عليهم البنات واحدة منهم جيتني تلوج على خدمة ما عارش كيفش حتى نتصل بها بالكتيبة قعدتوا تتواصلوا بالكتيبة ما نجمتش نسدها ولا فهمت منها اللي تحب تخدم ولا تحب تعمل استاج و فهمتك ولي تقبلتها كونتها خبية والحمد لله بسم الله ما شاء الله واللي تتخدم الله وحد عليها وبشوية بشوية جابتلي صاحبتها الزوس عندهم نفس الأشكال عندهم هم قرأوا مع بعضهم نفس التكوين نفس التكوين نفس التكوين وقلت عليش كيف نعاون همش ومن نكون همش من نقوله زديد فهمتها هاي لا هاي لا القصة هذية جميلة في وسط الحكاية لكل المسيرة اللي هكا والمثابرة متاعك مزيانة برشا كنا نحكي وعالنقطة هذي كي جيتني لولانية خدمتها وعلمتها ووليت ما شاء الله عليها وتخدم وميم حتى هي تخدم حتى على حسابة هي تخدم لك ليوناتها دي شاع عندك ليوناتها الحمد لله الحمد لله وهذا شي يفرحني والله مع أنت ما قتلي تعرفت عليها وصلت معاها وليت عشرة وولينا صحاب وخيان وصحاب وما فهمش عرفها وما فهمش وخيان نخدمه مع بعضنا هذي العلاقة هذية كيفش تعطي في الخدمة فاطمة تعطي كل حاجة مزينا تعطي كل شي نعاكس على الخدمة ريت المحبل النية الصافية الخدمة كلها تعكس لك على الخدمة ونتصور زيدا عونوك برشة للفريق اللي معاك نفرح برشة كيف تقولي راني بديت واحدة من بعد راني كبرت في الفريق معايا وليت أنا نسعى علمتهم واليوم هما يخدوا معاك دونك حالة باب رزق الحمد لله وليت أنا نسعى نحب اللوج على العبيد هذو ما نحب نخدمها خاطر بسم الله ما شاء الله عن اليوم بالحق معنتها ايه هما عندهم ديما نقول أنا ربي أعطاهم حاجة يمكن أكثر من العبيد كله ديعات جبار بالضبط بالضبط بشي يغلزوا في حاجة معينة يعطيك الصحافات يعيش اليوم دونك اللي في أنا اللي تخي إلنج دو ميزان فيها ردويت فيها مليحة فيها دغا فيها دوت باك فيها حاجات تعكوجينة غام بيبي بيبي مرياج فيها ببركال برشة حاجات هذي اللي قاعدة تنوى فيه في كل مرة وتوديت فيه وقاعدة كل مرة نزيدوا حاجة مانش وقفين على أختيك الحاجة هذو ما نوين نلقاهم بالضبط تلقاهم في الباج وتعلي فينا على الفيسبوك على الفيسبوك دك وتعلي في العربي بربي ولا بالفرنسي بالعربي بالعربي الفيانة الفيانة اللي تخيي ايه وفي اللاتولي اللي في شارع الحراية تربيا هنا هنا مانا بنت حوما ايه دهي فاتوما كان تحكي لي على مشاريعك المستقبلية تقول لي شنو المرحلة اللي تخمم فيها من بعض والله المرحلة بالحق اللي نخمم فيها انا نحب اللم لبنات فيه اوكال كبير معانتا انا اليوم عاك ثلاثة تحب ذهل تكبر الفريق تكبر اي وفيه اوكال ما اكبر معانتها ونحب العبيد هما بيدهم اه معانا التكويني ولي مواجه للأشخاص ذوي الاحتياجات خصوصية والا بالضبط فهمتها هذوكم على خاطر انت اذا هل تفهمت مع الحرافية الليولة ذا تقول انت خلينا نمشي في المجلة ذي معهم ليه أبار هما معانتا منعرش هما عندهم حاجة سبيسيال منعرش نفسرها بالحق معانتا يفهموك بيسيو هما فقط عندهم الاشكال انا ما يتكلموش ولا ما يسمعوش دونك التواصل عادي ولي حسيتوا فيهم اصحاب عشرة بار داكار معانتا هذا اللي انا حبيته هاي باهي لله باهي في الصعوبات تعال كورونا واليوم انت عندك مشروع وعندك صفحة وعندك فاريق صغير ان شاء الله هي يكبر وديت تعمل اكثر ان شاء الله لو تقيمني شوية مثلا اقبل شنو الحاجات اللي قلتي من النجم شكنت نعمل الحاجات اللي نحب عليهم اليوم نوعت في البرودوية خذي التمويل كبرت مشروعك شوية فاحكي لي على تقييمك للفترة مع عشرة سنين التالي واليوم وشنو انت مثلا حابة تعمل في الفترة الجاية قبل كنت نخدم مع أصحاب المحلات قبل كنت ما فاميش ابداع ما فاميش نخدمه على شين ما انت حاجة تجيك تخدمها هو كهو ما فاميش البصمة متاعك ما فاميش الفينيسيون متاعك ما فاميش حتى شيء وينا حبيت نعمل اسم حبيت نعمل باج حبيت ننوع خطر الحمدولله اليوم وصلت له الحمدولله أي هذي الحاجة شنون حاجات اللي مثلا مستقبلية ناوية بيش تعملها مشاريعك جونسي با بلك شي تحل البوتيك تحل ان ليني نحل ان ليني أي ونحب نحل قتلك نحب نعمل معمل صغير لوكال صغير تلم أكبر فريق ممكن معك فوالا بيش نخلو بيك مسكيلة شنون كامل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والكليونتيل دي تكبر عليش لي وتقدم انتي لمختلف الأنواع والموديلات لو كنسيلك قبل ما نوفا معاك الحوار لو كنت فات ما كيوا بخدوية من الفيانة اليوم شنو تختار ليغيدو ليغيدو عليش على خطر هم هذيك خدمتي أنا الأصلية معناتها وذيك زينة الدار حبيا زينة الدار وانتي ما زينة يا فاطمة يا عايسك يا خلي حبيعتيك ما تتمنى يا عايسك يا عايسك سينا كما جيتش تخدم في الخدمة هذية اليوم وقلا ماكش خياطة شنو كنت تنجم تعمل وقلا شنو كنت تنجم تكون خياطة خطر حبيتها خطر حبيتها بالحق هذيك هو اختصاصي لخياطة حكا وتحبها قطية عملتها نحبها بغرام نحبها بغرام أي بمحبة ما أنت ما نعرش الحاجة نعشقها كنخدمها نعشقها ونغيرها عليها إذا كانت جيني أنا فيها ما نعرش أسك دفولة لا كتجيني كليون ما تعرفش قيمة الحاجة نوالي نبطل ما نبيحيش لا لا عاد نحبوك تبيع لا نخليها نخليها أي معناها تنجم تفهمها ولا تنجم حتى تحكي لحكياتها القطعة ذيك بش نجم تعطيها القيمة المضافة لا تلمع حاجة نعشقها باي فاتوم خليني نبهك وإلا نذكرك الي أندا تقدم برشة تكوينيات وإلا ورشة تكوينية فيهم في التثقيف المالي فيهم في الماركوتينج حذر روحك حذرنا هكاية برشا موديلات بش نجم تشيرك في المعارض إن شاء الله خليبك كلمة الختام فاتمة مخصي شامسة فام على استضافة هذية وإنتي قدر يعطيك الصحة زيدة عايش ما نعرش أنا أول مرة نحضر في راديو إن شاء الله إن شاء الله مشيخ المرأ إن شاء الله يا ربي أي إن شاء الله ما نكونش ثقيلة زيدة لا بالعكس يعايشك إن شاء الله مشروع الجاي إنتي سألتني قبليك على المشروع أنا مشروع الجاي مع أندا إن شاء الله في المعارض وفي فما حاجات جديدة أخرى بشوء زمن نعملها وباش نعملها بحول الله وإلا أنتي لقب شكون من غديك إن شاء الله نكبره المشروع إن شاء الله نخدمه أكثر من الناس إن شاء الله إن شاء الله نعنو حاجات جديدة. هذي هذي اللي نجمي فرحنا نحنا أنه الحرفة ما تموتش. واللي عنده صنع في دي. تكوين أكثر أكثر نمبغ ممكن من الحرافيات أو الحرافيين. قل. أنا أنا ماذا بي نكون برشة بنيت. وإن شاء الله أنت دي جا عامنا فوكوس على الحكاية دي وإن شاء الله إن شاء الله ترجع لي مرة جاية تقول لراني الفريق اللي معايا فيها. إن شاء الله. معناها معناها الجير والساء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. فاتما كيوا صاحب مشروع الفينا لنجرية دميزان. مرسي بكو. يعيشك خالي ويعطيكم الصحة للإستضافة. نحنا نمشيو مع.